موسيقى مجزون لأهم الأنباء من حلب اليوم أهلا بكم ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل في العراق وأشارت الوزارة إلى أن المناطق المستهدفة هي مواقع عراقية تحتضن قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي فيما علق الرئيس الأمريكي على الموضوع بأن الأمور على ما يرام التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس النظام بشار الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في العاصمة دمشق في الزيارة المفاجئة وتناقل ناشطون سوريون على شبكة التواصل الاجتماعي صورا للقاء ساخرين من وضع صور بوتين ووزير دفاعه ورئيس هيئة أركان جيشه التي تربعت في خلفية القاعة التي خلت من كل صورة لبشار أو والده وعالم نظامه قالت وكالة الأندول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى مدينة اسطنبول للمشاركته في افتتاح خط أنابيب السيل التركي في السياق أعلن الكريملين في بيان أن بوتين سيبحث مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا وليبيا خلال لقائهما وافقت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام على إعفاء البضائع الإيرانية من الضرائب المفروضة بموجب إحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وإيران وكلف رئيس حكومة النظام عماد خميس وزارة الاقتصاد بتشميل البضائع السورية المخزنة بالمناطق الحرة الإيرانية بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بموجب الاتفاقية في سياق متصل كشف الاتحاد العام للفلاحين في حكومة النظام أن هناك مفاوضات مع إيران كي تستورد زيت زيتون من سوريا ونقلت صحيفة الوطن التابعة للنظام عن رئيس الاتحاد أحمد إبراهيم أن هناك نية لتصدير 400 طن من زيت الزيتون إلى إيران بشكل مبدئي سقطت طائرة ركاب أوكرانية تقل 180 راكبا بعد إقلاعها بدقائق من مطار الخميني في العاصمة الإيرانية طهران وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة مشيرا أن سقوط الطائرة جاء لأسباب فنية حيث كانت متجهة إلى العاصمة كييف اكتشفت السلطات المصرية أثارا جديدة تعود إلى عصر الملك بطليموس الأول الذي يعد أول ملوك الفراعنة من البطالمة جاء ذلك أثناء عمليات البحث والتنقيب في قرية كوم أشقاو بمركز طمة بمحافظة سهاج جنوب مصر حيث اكتشفت الكتل الأثرية الخمسة وهي من الحجر الجيري وبعد هذا الاكتشاف الثاني ويعد هذا الاكتشاف الثاني في القرية خلال خمسة أشهر نهاية الموجز نهاية الموجز تتابعونا بعد قليل برنامج عليكم العافية إلى اللقاء اشتركوا في القناة